سلامتهم أمانة خذلانهم خيانة شعار وقفة نفذتها اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتفالا بالأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع المشاركون في الوقف أكدوا حق جميع الأسرى في الحصول على حريتهم والأمان كما دعوا إلى وضع حد للهجمة العقابية الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى في السجون نظمت اللجنة اليوم هذه الوقفة مجمع النقابات المهنية لفخرها بهؤلاء الأسرى الأبطال الذين حرروا أنفسهم وانتزعوا حريتهم من هذا الجلاد الصهيوني بعملية بطولية بعملية لا يستطيع العقل العادي استيعابها هذه العملية التي أنجزوها رغم كل التعقيدات الأمنية اليوم احنا احتفلنا كما احتفلت الشعوب العربية في كل مكان بتحرر أسران الأبطال من سجون الاحتلال وشاركنا اليوم مع اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في سجون العدو الصهيوني هذه الوقفة التضامنية عبرنا من خلالها عن موقف النقابات المهنية الداعم لصمود أهلنا في الأرض المحتلة الداعم لمقاومته في كل مكان ترجمة نانسي قنقر